بينما يبحث البعض عن وظيفة ثابتة وأمان وظيفي هناك من يفضل عكس ذلك تماماً هل فكرت يوماً أن تكون مدير حالك؟ مدير حاله أشرف دواني وياسمين خاص لما تكون أو تكوني مديرة حالك لحالك مش إشي سهل فتخيلوا لما اتنين متجوزين يربطوا مصير العائلة مالياً بالعمل الحر ممكن يكون الموضوع أكثر تعقيداً هيك بس أشرف وياسمين عملوها الاثنين يعملون في مجال السينما يعملون كل حدا مدير حاله لحاله نحن هلأ باللوكيشن عشان تتعرفوا عليهم نحن بسات التصوير هون ياسمين ياسمين هي بروداكشن ديزاينر مسؤولة عن الديكور الألوان كل إشي موجود بالسات أشرف دواني أشرف دي أو بي هو مدير التصوير إنك تكون مدير حالك مع نفسك هو قرار أخدته ولا هيك إجت الظروف؟ أخدته قرار أخدته طبعاً لأنه ما كنتش من مرة مآمن بموضوع التوظيف عم بيشتغل ثلاثة أربع وقته باليوم عشان يدخل هذا الريت وفيش يعني ما فيش إشي يوصله لأبعد من اللي هو حبيبي لما يكون مدير حاله شو بقدر يعمل مع نفسه؟ كل شي أحب أشتغل بجروب ويكون إشي كرياتف يعني يكون أكتر مرة مكاتب نشتغل وقت طويل وهيك بس كل مرة إسا جديدة كل مرة إسا جديدة كل مرة بروجيكت جديد البداية أول ما بلشت كانت صعبة؟ أكيد كان صعبة اشتغلت بيكازية أول إشي عشان أقدر أصرف على حالي عشان أبني البرتفوليو تبعي اشتغلنا كثير ببلش وفي مشاريع كثير اضطرينا إنه يا نطلع راس بطائية فيها أو حتى ندفع من جبتنا عشان يكون على أتم واجه عشان الكلائنت مهم يكون راضي عنك الكلائنت اللي بترضيه بيجيب لك الكلائنت مئة بالمئة وهذا الشغل بدي أسمع منيحة يعني بخوفكم هذا النمط من الحياة خاصة أنه فيه عالة طبعاً بخوف يعني نمط ما فيه استقرار بالبداية مرات نعم بس يعني عم بحاول أني ما أخاف فبحاول أنتج أكتر ومش بس أستنى البروجيك تجيني بظن مش كفاية المصور إنه بس يشتغل كمصور بده يشتغل بشغلات تانية زي إنه يكون بيعرف يعمل إدتينج بيعرف يصور فوتوغرافي بالضبط ساوند لا مش معا بناتنا في حدا هون عامل مدير عالتاني يس مرات كتير يعني وبعد وقت كتير وإكسبرينس طويلة سرنا نعرف كل واحد إشقه ودخل بالإشي طبعه فما بيصير مشاكل أو بنخلش بشغل بعض يعني أكتر سرنا بروفشينال يعني بالأخب برأيهم بالسينما بنفعش إلا تكون مدير حالك تشتغل بحرية لأنه هذا فن ولكن بدك تصنع اسمك وهذا إشي مش سهل بنشوفكم بحلقة جديدة مع مدرأ جزاد في مدير حاله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر